وهذه سيدة تقول طلقني زوجي طلاقا رجعيا وأنا أعمل موظفة وبعد طلاقي لم يعد لي مصدر دخل يحفظ قرامتي غير وظيفتي فهل أنقطع في المنزل مدة العدة وفي هذا فصلي من العمل أم ماذا أفعل وهل يسمح للمطلقة طلاقا بائنا أن تخرج للعمل اختلف الفقهاء في خروج المعتدة من المكان الذي تعتد فيه فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في بيتها والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها فلابد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها وخرجت هي بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة ابن عبيد الله لعمل عمره وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارا أما المبتوتة فتخرج نهارا فقط وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا فقد روى مسلم عن جابر أن خالفه لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأباح لها أن تخرج عساها أن تتصدق أو تفعل معروفا وكان طلاقها ثلاثا والحنابلة أجازوا خروجها نهارا سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا ولك الخيار في أي رأي من الآراء والله أعلم